تكيية أم علي بالشركة والتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية ألاف الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في كافة محافظات المملكة وذلك ضمن حملتها التي انطلقت بداية شهر رمضان المبارك بهدف توزيع عشرة ألاف طرد غذائي وأثنى المدير العام لتكيية أم علي سامر بلقر على الدعم المميز الذي قدمته شركة مناجم الفوسفات للتكية وذلك إيمانا منها بالهدف الذي تسعى لتكية للوصول إليه وهو أردن خال من الجوع مضيفا أن هذا التعاون يجسد الدور الرياضي الذي تلعبه الشركة في دعم المجتمعات المحلية من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات المهندس عمر المجالي إن الشركة تسعى دوما إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية ومد يد العون إلى المحتاجين في كافة مناطق المملكة على مدار العام وكله لتخفيف معاناتهم انطلاقا من اتفاقية شراكة بين تكية أم علي وشركة مناجم الفوسفات الأردنية والتي يأتي بمضمونها بتوزيع 10 ألاف طرد لمستحقية تكية أم علي في جميع محافظات المملكة في الأسبوع الماضي كنا في محافظات الجنوب اليوم نحن في محافظة الزرقاء يأتي دور شركة مناجم الفوسفات من باب المسؤولية الاجتماعية في التكافل والتضامن في شهر رمضان الفضيل وتم توزيع الطرود ضمن الدراسة التي قامت فيها تكية أم علي بالتعاون مع صندوق المعاونة الوطنية وزارة التنمية الاجتماعية وهذا الدور أساسي وتعودنا في شركة ماجم الفوسفات في شهر رمضان الفضيل أن يكون فيها دور أساسي في المسؤولية الاجتماعية وخاصة في توزيع طرود الخريف